تجهيز شبه مستمر بالطاقة الكهربائية لأكثر من شهرين متواصلين في نينوى دفع المواطنين إلى الاستغناء عن المولدات الأهلية وسط تأكيد الدوائر المعنية أن الواقع الجديد ليس فصليا اليوم الحمد لله محافظتنا من أفضل المحافظات في تجهيز ساعات الكهرباء خصوصا في الشهر الأخير الحمد لله تجاوزت ساعات التجهيز العشرين ساعة وفي أغلب الأيام تجهيز كامل على مدارة الـ 24 ساعة طبعا هذا إن شاء الله سيستمر ويربط بعض المواطنين استقرار تجهيز الكهرباء الوطنية باعتدال الأجواء في العراق في فصل الربيع وعدم الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف لكن المخاوف تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة من العودة إلى الأزمة المستمرة منذ عقود فقط في العراق من التسعينيات إلى حد أن العراق بصورة عامة لا أتحدث لك عن المحاوطين بصورة عامة الاعتماد الكلي على تكاليف المولدة عالية جدا والبعض لا يستطيع تزديد فاتورة الكهرباء بالنسبة للمولدات الأهلية نتمنى من وزارة الكهرباء أن تكون جادة في استمرار هذا الوضع التي حقيقة تعش فيه المواطن العراقي سواء الفقير وحتى الغني نتمنى أن تلبى أبسط طلباتنا في هذا البلد هو استمرار الكهرباء الوطنية وزارة الكهرباء وعدت باستقرار التجهيز خلال الصيف وإنشاء منظومات إنتاج ونقل وتوزيع في مختلف المحافظات ورغم تكرار هذه الوعود فإن زيادة ساعات التشغيل هذا العام فاقت الأعوام السابقة ما يشير إلى جدية الحكومة في الإيفاء بوعودها من الموصل محمد سالم يو تي في